افتتح أسبوع الأزياء الباريسي فعاليات هذا الموسم بعرض أزياء لدار كريستان ديور للملابس الجاهزة لربيع صيف 2018 مجموعة استوحتها مصممتها ماريا جراسل تشوري من بعض صور التقطتها المصورة الفوتوغرافية الفرنسية نيكي دي سان فال وجسدتها في تصاميم تنوعت بين الأنوثة والقطع الرجالية الشبابية عرض مليء بالتعبير وأفرز قطع أزياء العصر البوهيمي الذي كانت أمي تتدي قطعا من حقبته لكن اليوم عرضت بطريقة عصرية عرض جميل أتمنى أن أرتدي جميع قطعه شد انتباه مصممة المجموعة العنصر الأنثوي في عالمنا من خلال الحرف التي تعمل فيها المرأة فترجم في مجموعة تحوي التحف الفنية كبيرة الحجم التي نجدها في حديقة التارو في توسكان الإيطالية وتحولت هنا إلى أنماط وفسيفساء من التطاريز والمرايا المتكسرة وسينوغرافيا عرض الأزياء كما استخدمت ماريا جراسيا لوحة ألوان نيكي دي سان فال وجعلتها تنتمج مع الأنسجة المخرمة والحرير والجلد والبلاستيك أعتقد أن المصممة قدمت قطع سهلة الارتداء وجميلة للمرأة القوية ما يعكس شخصيتها كذلك تعيد هذه المجموعة إلى الأذهان أعمال مارك بوان وفساتينه الصغيرة والرداءات السروالية جامت سوت التي تترافق أحيانا مع التنانير الطويلة المفتوحة من الأمام كما نجد أيضا نقشات النقاط الضخمة والمربعات السوداء والبيضاء والسراويل التي يتم ارتداؤها مع السطرات العادية أو سطرات سفاري وتترافق حسب المزاج مع قمصان الرجال التي تتميز بتقليمات خطوط رفيعة وبنقشة النقاط أعتقد أن ماريا جرازي تتقن تصميم مجموعات خياطة رفيعة وما لبس جاهز على حد سواء وخصوصا في تفاصيل الحياقة إذن صممت ماريا جرازي تتشوري مجموعة مستوحى من فنانة فرنسية وكأنها تريد أن تثبت بأن المرأة وعبر العصور قادرة على أن تكون مصدر إلهام ليس بالرسم والنحت والإخراج فحسب بل أيضا في عالم الأزياء المعاصرة ليث بزاري العربية تاريس